السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراسة نرى الاعدادات المشروع في الكيوشيائيس مشروع بروجيكت وخصائص بروبارتس فندخل هنا فأقول له انا عايز اشوف البروجيكت هوم المشروع هيكون موجود فين وبدأ اختار الملف اللي هقدر على الملفات بتحتي الموجودة جواه اقول له select folder البروجيكت تايتل مثلا هنسميه مشروع المشروع هو العربي عنده كويس تدار استعمال عربي دون مشاكل الـ selection color لو انت عمل select على حاجة يبقى لونها ايه والـ background color لو فيه جزء يعني معلوش خريطة هيبقى مثلا باللون الابيض وهنا هتشغل بالميتر ولا هتشغل بكلوميتر ولا بالفيت وكذلك الـ coordinate هتشغل بردو بيه فتقدر تختار وتعدل لو انت حابب وهنا الـ metadata تبدأ تكتب الـ data اللي انت عايزها ما فيش اعتراضات عليها معلومات الشخصية بتاحتك مثلا الـ view setting الـ CRS تبدأ تختار هنا اخر CRS انت استوضنتها لأحدثيات بتاحتك اللي هي project coordinate reference system تقدر تجي هنا تختار لو فيه حاجة معينة انت عايز ان انت تختارها طبعا فيه احدثيات بتبقى للعالم كله وفيه احدثيات بتبقى متخصصة في بلد معينة او في مكان معين الـ style اللي عايز شكل الخط يتغير فيه او شكل marker او شكل fill كل حاجات دي تقدر ان انت تغير فيها هتخلص هتقوله ومن view هنا ممكن تروح رايح للـ panel هتلاقي مثلا عندنا هنا البراوزر مثل البراوزر دوت ان عندك الجهاز كله فتقدر مثلا تقوله انا عايز اخد حاجة معينة او احمل حاجة معينة من على الكمبيوتر من خلال drag and drop تسحب الملفات الفيكتور والراستر فممكن اجي هنا وقوله ان انا عايز الـ gis نغط نغط وتسحب الحاجة اللي انت عايزها تبقى معك في المشروع يعني ممكن تسحب مثلا صورة معينة او اميج معينة من هنا وتجرد تحطها في قلب المشروع تبدأ انها تتحمل معي بالشكل دوت ترجمة نانسي قنقر